نتمنى ده يحصل إن شاء الله. بالمناسبة النهاردة السفير الألماني في القاهرة هارتمن. سفير ألمانيا في القاهرة زار النادي الأهلي. زار النادي الأهلي واستقبله الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. والمهاندس خالد مرتاجي نائب رئيس النادي. والأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة. الراجل جاي علشان أنتم عارفين كان فيه بطولة الدبلوماسيين لكرة القدم بين فرق السفارات. يعني كل سفارة في القاهرة عندها فرقة. والآلي اعتاد في السنوات الأخيرة بيستضيف هذه الدورة بالتنسيق مع السفارة الألمانية اللي بتنظم البطولة. طبعا بسبب ظروف الحرب الروسية على أوكرانيا تم تأجيل البطولة. فالسفير الألماني جاي عشان يأكد للنادي الأهلي شكره وتأديره للدور اللي النادي بيلعبه معاه. والحياة الراجل هنأ مجلس الإدارة على الفوز ببطولة أفريقيا وعلى الميدالية البرونزية لبطولة العالم. وأخذ صور تذكرية مع دولاب البطولات ومع كأسة أفريقيا. وثم الدور الكبير للنادي ويمكن كان حدثه باشموندس اندهاشه من حجم الشعبية الكبيرة للنادي الأهلي. خلاص بقى احنا عتدنا على هذا الكلام لأنه ده رصد لأمره واقع. والناس ما كنا زمان بنقول النادي يضاهي أكبر الأندي على مستوى العالم. حتى في شعبيته ما كانش حد بيصدقنا. أما أنت بتلمس هذا لما بتروح تلعب حتى في الخليج. ولو رحت لعبت في أوروبا ستلاقي هذا المشهد. أنا بقول لك ستلاقي هذا المشهد. سيبقى لك جمهورك. وده الحقيقة النادي الأهلي اعتبره هو رأس حربة الكرة المصرية. ويعني لا يحتكر هذا الفضل الوحده. ولكنه المعبر بشكل واضح الموجود على الساحة الآن. لكن الكرة المصرية التي هي في زعامة الكرة الأفريقية تستحق هذه المكانة. التي يهيئها لها النادي الأهلي. وعايزين كل الناس تشتغل وتساعد كل الأندية. إنها تبقى يعني تساعد في هذه المكانة. إحنا عيب إن إحنا ما نروحش كل مرة كاس العالم. عن أفريقيا فيه خمس فرق دلوقتي. يعني النظام أصبح واسع. مش هنبقى من خمس فرق تروح كاس العالم. يعني ينبغي. وده لن يتحقق إلا إذا كنت قوي داخليا. عشان تقدر تعمل منتخب يتعامل حسابه. صحيح. يبقى منتخب نتاج نظام قوي. خوة داخليني زي مسبقتك. رغم إنها فيها التنفسية اللي فيها تجعلها من أكثر الدوريات إصارة. في تنفسية عالية جدا. حجم الشعبية بتاعتها. ولكن اسلوب إدارة المسابقة هو اللي لازم يتغير. لازم يدفع التنفسية بالشكل العادل. وده اللي بيخلي واحد يتكلم.